أشهد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالخطوات المتميزة للشباب البحريني وإثباته بأنه مبادر وسباق في الأعمال الشبابية الاجتماعية في رسالة تؤكد أن الشباب البحريني معدنه ذهب وحريص على دعم المجتمع واستثمار وقته لخير الوطن وأكد سموه بمناسبة إطلاق بادر للمبادرات الشبابية التي تصب في خدمة المجتمع على أهمية دعم المبادرات الشبابية الرائدة التي يقدمها الشباب البحريني في مختلف المجالات والعمل على توفير البيئة المناسبة والمثالية لاحتضان مثل هذه المبادرات والعمل على دعمها وقال سموه لقد وجهنا وزارة شؤون الشباب والرياضة بتجشين قسم يعنى بدعم المبادرات الشبابية والهدف منه تقديم الخطط والبرامج والدعم اللازم الذي يساهم في تنفيذ وتطبيق الشباب البحريني لأفكاره ومبادراته على أرض الواقع الأمر الذي يتوافق مع سياسات المجلس الأعلى لشباب والرياضة في توفير اللازم للشباب البحريني لدعم مبادراته وأفكاره ذات الحلول المبتكرة التي تساهم في تنمية المجتمع والتشجيع على الابتكار ما يساهم في تحقيق أبناء البحرين لإنجازات شبابية بارزة على مختلف الأصعدة وقد أثبت شباب البحرين من خلال تلك الإنجازات بأن معدنهم من ذهب وتابع سموه قائلا إن وقوفنا إلى جانب الشباب البحريني ودعم مبادراته نابع من التوجيهات السديدة من قبل جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه والذي دائما ما يوجه إلى الاستثمار في الشباب وطاقاتهم وتنمية مهاراتهم للارتقاء بمجتمعهم عبر مبادراته الرائدة في مختلف المجالات كما أن الشباب البحريني يعتبر الركيزة الرئيسية لتحقيق تطلعات أبناء البحرين ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققها المملكة وإننا نثق في شبابنا كل الثقة ونشجعهم دائما على وضع بصماتهم في مختلف قطاعات المملكة وأشار سموه إلى أن مشروع بادر يعتبر نموذجا لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وفعل الخير وإبراز معدنهم في مجال اهتماماتهم باعتبارها مدخلا للنهوض بالقطاعات المختلفة وتعزيز قدراتهم التنافسية غير الربحية والاعتماد على عنصر الابتكار لدى الشباب والتنوع في مثل هذه المبادرات بما يحقق الاستدامة في خلق الفرص للشباب وفتح أبواب الريادة لهم ولمجتمعهم في مختلف القطاعات واختتم سموه تصريحه بالقول إننا على ثقة تعمى بأن الشباب البحريني هو كل الخير لهذا الوطن وأنهم أصحاب الأياد البيضاء التي تتطلع إلى رفعة علم مملكة البحرين عاليا وإننا ندعو الشباب إلى الاستفادة من بادر لإبراز قدراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم على الإبداع ترجمة نانسي قنقر